اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لكي لا تشعري بالضعف والاغماء والدوخة اذا كنت تشعرين بالدوار فعليك ان تجلسي وان تخفضي رعصك او ان تستلقي وترفع قدميك على وسادة هذه الدوخة تحدث في العادة بسبب انخفاض نسبة السكر في الدم لذلك يمكن لتناول قطعة من الحلوى او الفاكهة او اللبن او العصير ان يساعد في هذا الامر الان في الاسبوع الثامن عشر من الحمل اصبح وزن الجنين حوالي فاصل تسعة عشر كيلو جرام اما طوله فهو حوالي اربعة عشر فاصل اثنان سنتيمتر مما يعني ان وزن الجنين قد صار الان اكبر من وزن المشيمة بمساعدة المشيمة والحبل السوري يعمل جسم الجنين الان كما سيعمل بعد الولادة ان المشيمة هي المصدر الرئيسي الذي يوفر للجنين المواد اللازمة لنموه لدى طفلك دورة دموية يحركها قلبه الصغير الذي يشفط كميات كبيرة من الدم في اليوم تبدأ الدهون بالتكون في جسمه في هذا الاسبوع تقريبا ويستمر تكونه على مدى الاسابيع المقبلة ان اذني جنينك يعملان الان ولذلك فان الاصوات المرتفعة في الخارج قد تخيفه اذا لم تخضعي حتى الان لاختبار البروتين الجنيني فان هذا الاسبوع هو الوقت المناسب لاجراء هذا الفحص هذا اختبار مسح للكشف عن حالات الحمل المعرضة لخطر حدوث تشوهات في العمود الفقري عند الجنين ولتقدير مخاطر اصابة الجنين بمتلازمة دون في هذه المرحلة من الحمل قد تعانين من التعب الناجم عن فقر الدم بمستويات مختلفة لذلك من المهم الحرص على اتباع نظام غذائي غني بالحديد وتناول مكملات الحديد في بداية الحمل كان التعب نتيجة التغيرات الهمونية بينما تشعرين الان بان الجسم قد تكيف للتغيرات التي حدست وليست هناك تغيرات كبيرة اذا كنت تعانين من ضغوطات في اسفل البطن والتي يمكن ان تحدث في هذه المرحلة من الحمل فان الحل الافضل لها هو الراحة والاكسار من الاستلقاء وتجنب النشاط البدني الشاق الذي من شأنه ان يسبب الالم او ان يفاقم من حدته مع ذلك يجب ان نتذكر ان ممارسة الرياضة المعتدلة ينصح بها لانها تمنح شعورا جيدا بشكل عام مدام انها مناسبة للنساء الحوامل ان كسرة التبول هي مشكلة اخرى قد تواجهها خلال الاسبوع السامن عشر من الحمل مع كل ذلك يجب عليك الحرص على الاكسار من الشرب لانه يخفف تركيز البول ويقلل من ظاهرة الحرقة عند التبول ويمنح حدوث الولادة المبكرة اذا كنت تعانين من الحرقة فيمكن في الكثير من الاحيان العصور على السبب بواسطة فحص البول ثم معالجة السبب اشتركوا في القناة